تحتفل مصر والعالم في التاسع عشر من أغسطس من كل عام باليوم العالمي للعمل الإنساني وأكدت مصر بهذه المناسبة إيمانها الراسخة بالإنسانية والحيادية وعدم الانحياز والنزاهة والاستقلالية وعدم التسييس كمبادئ أساسية عامة للعمل الإنساني هذا ويتزامن اليوم العالمي للعمل الإنساني هذا العام مع الكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة وحرصت مصر منذ بداية الحرب على غزة على تقديم يد العون للأشقاء في فلسطين لتخفيف معاناتهم وتوفير احتياجاتهم الإنسانية العاجلة لهم كما استقبلت ما يزيد عن 500 ألف سوداني منذ نشوب الأزمة السودانية في أبريل 2023 ووفرت لهم كافة سبل الدعم والرعاية وذلك بالإضافة إلى خمسة ملايين سوداني آخرين يقيمون بالفعل في مصر ترجمة نانسي قنقر